في المران بقيادة مستر خوان كارلوس أسوريو لكن قبل ما نتكلم عن إيه اللي ضار في التدريبات تعالوا نقول لكم تصريحات حصرية للكابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك لما توجهنا إليه بمجموعة من الأسئلة فيما يبدو حوارا قصيرا فكانت إجاباته كالتالي في ملفات مختلفة مدير الكرة في الزمالك قال نواجه أزمة كبيرة بسبب الحجز على أرصدت الزمالك في جميع البنوك والنادي يعيش حالة غير مستقرة بسبب هذه الأزمة لم نستطع حتى الآن سداد مستحقات اللاعبين بسبب الحجز على أرصدت النادي في البنوك بقى لهم 8 شهور بحسب التصريحات ما خدوش مرتباتهم قال المدير الكرة أنه تواصل شخصيا مع أحمد نادر السيد حارس مرمى الفريق اللي انتهت إعارته مع نادي فيزيلا البرتغالي بيلعب تحت 3-20 سنة مع الفريق وأخترته بالانتظام في التدريبات ده ضمن عودة كل المعارين وده يبقى خبرنا اللي جاي تم الاستقرار على عدم البت في تجديد إعارة أي لعب أو اتخاذ قرار بالاستغناء عن خدماته بشكل نهائي في الوقت الحالي وقررت الإدارة عودة جميع المعارين عقب انتهاء المسلم الإدارة قررت عودة كل المعارين وانضمامهم لتدريبات الزمالك حتى يتمكن أسوريو من اتخاذ قراره النهائي بشأن هؤلاء اللعبين سواء بتجديد إعارتهم أو الاستغناء عنهم نهائيا أو عودتهم لصفوف الفريق الأبيض حمزة المثلوسي سيجدد تعاقده مع نادي الزمالك وخاصة أن المدير الفني أوصى باستمراره مع الفريق للحاجة إلى خدماته سيف فاروج عفر لعب كبير ومحترم وسيجدد تعاقده مع الزمالك خلال أيام قليلة عود ملتزم بتعاقده مع الزمالك حتى آخر لحظة حارس كبير إضافة حقيقية ولكن في حالة تلقي النادي عرض قوي ومناسب وقتها من الممكن أن يتم مناقشته هل ده معناها أنه الباب مفتوح لرحيل عود التصريح بيقول أنه آه لو فيه عرض كبير أو مناسب يستفيد بالزمالك قال لا أتدخل في التفاوض مع لاعبين للانضمام للزمالك وأعي دوري جيدا أسوري هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بشأن السفقات الجديدة أو الراحلين لم نختر أي لاعب في الفريق حتى الآن بالرحيل عن صفوف الزمالك وكل ما يتردد ما هو إلا اجتهادات سامسون أكينيولا اللي النهاردة يمكن رئيس الزمالك الأسبق ممضوع بس قدم بلغ بأنه هو ودونجا تعاقدهم والفلوس اللي جم بيها يمثل إهداراً للمال العامة الزمالك قدم بلغ ضد الإدارة الحالية قال أنه لم يظهر بالشكل الجيد وبالتالي رحيله عن الفريق قريب للغاية لم نناقش طبعاً ده قلنا الخبر ده من فترة لم نناقش عودة إمام عشور لصفوف الزمالك من جديد وأرى أنه من الصعب عودته بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي والحجز على الأرصدة رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك مرفوض تماماً مهما كانت الإغراءات المالية كونه لاعباً كبيراً وهدفنا الحفاظ على استقرار الفريق للمنافسات على البطولات بداية من الموسم الجديد وبالتالي زيزو مستمر مدحة عبدالهادي مدرب الزمالك لم يتفوض مع إلياس الجلاصي لعب وسط المصري البور سعيدي وما تم بينهما ما هو إلا جلسة سريعة وعادية على هامش الودية التي جمعت الزمالك بالمصري وبالتالي كل ما أثير أعارن تماماً من الصحة لأن متحة عبدالهادي ليس من دوره التفاوض مع لعبين تصريحات مهمة جداً بينفرد بها الزميل محمود فؤاد وفي وقتها الحقيقة لأنه بيرد بها على ملفات عديدة طبعاً أبرزها زيزو أبرزها إمام عشور مش جاي الزمالك اللاعبين المعارين هيرجعوا على رأسهم ممكن محمود علاء ويوسف أوباما من الحزم وغيرهم من اللاعبين اللاعئدين من الإعارات وحمدي علاء بقى وأسامة فيصل من البنك الأهلي وغيرهم وأحمد نادر السيد زي ما قلنا لحضراتكم بمناسبة حمزة المثلوسي غالباً التعاقد الجديد هيكون لمدة موسمين وده بعدما وافق أسوريو على تجديد التعاقد مع اللاعب سيف الجزيري كمان تجدد له لمدة موسم وده خلال الساعات الماضية وبعدما تحلت أزمة الضرائب البعض بيقول إن لأ إحنا كنا محتاجين مهاجم أتقل بس أنا ما شوف إنه على أقل ده مهاجم أنت عارف إمكانياته مهم إن الزمارك يحاول يزود الجودة لكن فيما يخص رحيل سامسون أكينيولا مش برحيل أصلا أنت ما تضمنش خلي بالك اللي جاي يعمل إزاي ما تضمنش يمكن يكون عامل زي سامسون يعني المفروض ده ما يحصلش في الزمارك وتحديداً يعني في وجود لجنة فنية بوجود الكابتن ميدو دلوقتي كمان وتواصل بدايرة مفتوحة أكتر على مستوى وكلاء اللاعبين وعلى مستوى سير ترجمة نانسي قنقر